أهلا بحضراتكم في آخر فقرة في حلقة اللادي ويجولة راضية مع الصحف رياضي الأستاذ أحمد سعيد أهلا بك أستاذ أستاذ محمد عملي إيه 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 إنت إنت بتتاهم الإعلام كله عايزة طب للأهل بتقول طب تقول الكلام اللي أقول لك قبل الهواء على الهواء طب دا كان درداشة بيديو بينك درداشة بيديو قلت أو ما قلت ماشي قلت ماشي قلت بس دا إيك إنت بشت للناس بس قلت أيوة دا بعد دا حقيقة طب خلاص أنت جريء قوله طب ما لك زال ليه طيب ما هو الناس بتزعل مننا ما هو أنت ما هطلع أقولي أن الإعلام كله بيطبل للأهل واش عايزين حتى كمان الناس اللي زملكوي يطلعوا يضافوا عز زملك اطلع أولي طب خلاص دي ما قولت أهو أنت شايف أن الإعلام كله بيطبل للأهل 90% منه إه 90% يطبل للأهل بحق أو من غير حق ليه بياخدوا فلوس من الأهل مثلا بياخدوا فلوس من الأهل أهلوية أهلوية يعني الإعلام كله أهلاوي عظمه بداي يخليك تراجع نفسك في كونك زمركي لا طبعا ما فيش حاجة اسمها كده مش لازم عشاني يبقى القطير أهلاوي يعني أنت بتتاعم كل إعلام عبد الفتاح السيسي أو إعلام المصري بأنه إعلام أهلاوي 80% منه إهلاوي أنت قولت 90% 80% نزل عشان أنت خدتها بالشمولية يعني اللي بره والجوه يعني لو زودنا شفها تبقى نص الإعلام لا لا بس هو فعليا أنت حتى الماضش بتاع الأهل والأخير بتاع الجونا ضربة الجون بتاع الجونا اللي تلغى وتعمل عليه ضجة كبيرة وبقالهم يوم بيتكلموا فيه مش لازم 80% من الإعلام طالع عايزي بره للأهل من النكره لا حزوا واحدة بس ده أنا عندي الخبر ده اللي الاتحاد الإفريقي أو كده قالوا لا ده هدف فعلا يعني قالوا ده هدف حقيقية قصدي لا والهدف قال لا الحكم كان عنده حق روز محمد ما أعلش بس استنى أجيب لك الخبر لا حزوا واحد طالما أنت جبت اهو أهو أدي آهو جريشا المسير الجدل آده فيفا يؤكد صحة قرار جريشا بإلغاء هدف ديجلة في الأهلي حلو أهو حلو في اليوم السابع أوسط جورنان في مصر حلو عايزين عايزين متن الخبر ده بقى لأنك إنت هتلاقي يقول لك الاتحاد الكورة تواصل مع الفيفا عشان ياخد رأيه إن الكورة جونة ولا بجونة يعني أنت دلوقتي تتهم جريشا والاتحاد الكورة والاتحاد الإفريقي بينهم أهلوين خبر قدامك اطلع هات متن الخبر بعد اذنك يا استاذ موسعد ربنا يكرمك يا رب احنا بدأنا سريع كده ليه كده الجمهور بيزعل منك كشف مسؤول التحادك هو ان هم تواصلوا مع مانوو النفارو مسؤول الحكام في فيفا للاستفسار عن صحة قرار الجهات جريشا بيلغاء هدف ودي ديجلة في شباك الاهلي وكذا واوضح حمسو التحاول ان رد مانوو النفارو جاء بالتأكيد على ان الهدف جاء من تسلل واضح طب انا هسألك سؤال بقى ان قرار جهات جريشا بيلغاء قرار صحيح على عينه يراسي مانوو النفارو والكلام اللي هو بيقوله ايه اللي يخلي اتحاد الكورو ايه بعد فاكس الفيفا ولا يستفسار عشان يسألوا عن هدف لا عشان العراسه بطحة بيحس عليها بس الهدف انا مش هلا بطحة بقى ومستشفات والجاو بتاع الحاجات دي الهدف دلوقتي صحيح ولا مش صحيح لا اختلف عليه حتى حكام كبار وكابات كبار اختلفوا على موضوع ان الهدف صحيح ولا مش صحيح ايه اللي يقولك ان الهدف العدد بتاع المرضى منصور اون المدى بطلع بقى انا عادة الزمالك لا لا ملاش جعب الزمالك الزمالك بش مرضى منصور يعني ايه لأ زمالك مرضى منصور لا بش مرضى منصور طيب معلش طيب خليني بس اسألك بس انتو بتكلموا عن الشفافية صح امم طيب ما انتو مبارح اه مضيتوا اللاعب في الطلاع اسمه كريم طارق مين اللي مضى زمالك هو أنت بتعتم الزمالك أنه راح مضى مع اللعب واللي بيعملوا الأهلي مع أنتوا بتدقوا الشفافية عايزين شفافية مش حد قال لك من اللعب يا إخي أصحح للمعلومة الكريم طارق مضى ولا لا في كلام إنه مضى طيب هل دي شفافية مش قصة شفية ومش شفية المنهج ده اللي بدعوا أصلا في مصر هو الأهلي عوز محمد لا اللي بدع لا وشفت واحدة رقصة اشتغلت زاهرة أصلا مش قصة كده بس أنت ما تجب ليش أن كله غلط بالعموم أنا بقول لك أهو أنا بقول لك أهو عامل إيه حد يطمين على العادل القيام عامل إيه بعد هروب نص العيب الأهلي مع حق طبع مع حق الزمن اختلف يعني أنت مع مرداد منصور دلوقتي مش قصة مع مرداد منصور الزمن اختلف أصو محمد زمان المادة والفلوس كانت مع الأهلي بس فكان الأهلي بيلم العيبة مصر كلها للوقتي لا بقى فيه برامز بدفع دلوقتي دلوقتي أنتوا بتكلموا عن الشفافية واللاعب اللي اسمه طارق كريم طارق مضى للزمان المشكلة أنا بش فاهي منك يعني فيه شفافية مش قصة ما فيه شفافية حنا بدي كلمة خدنا واحدة واحدة باللوقت ده نافع معاكو أم لا ضيع الجوان كتير هو لعب ما لعبش طب تقول مضى آه أنا بس ما أتكلميش في كريم طارق وإنه بس دلوقتي أنا بك أنا بكلميش وأكلمك في محمد إبراهيم محمد محمد إبراهيم هيروح الأهلي ما يروح الأهلي يشتري الأهلي ما اشترك أهرابة عاملك أهرابة ما كأهرابة عامل مصايف في الأهلي دلوقتي يعني يعني أنتو كنت عايزين محمد إبراهيم وكنت عامل هو أصل محمد إبراهيم احنا المشيين وهو مين المشي حمد إبراهيم محمد إبراهيم مش عارف إيه تمام وروح المقصة خلاص وبلعف في المقصة كنتو بتقولوا أنه هو حسن من أبو تريكا دي أراء الأراء ما تعممش أراء حد قالها ولا جملة قالت على جمهور الزمان الكله محمد إبراهيم كويس كل حاجة ربنا وفقه وعايز يروح الأهلي ويروح يلعب في الأهل ويقعد على الدكة فين حسنينش الحاجة وفين مجد قفشة وفين قهربة فين ناس اللي تاخدوا ملايين الأهلي عمالي ملايين 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 بتترمع على الأرض ده كلامك بزع جمهور الأهلي لا مش عشان بقولهم الحقيقة لا مش أقول مش حولها الكلام اللي علاوك ده كلام الحقيقي طيب خلينا نرجع هنرجع على تاني دلوقتي دلوقتي ايه قصة الكؤوس اللي اختفت من اتحاد الكورة دي قصة فيلم هندي الكصة دي من 9 مارس 2013 اه ايه بقى العسل لساعة الحكم بتاع مسبحة بورسعيد اه وحصلت الهجاة بتاعت الألترس لما راحوا ولعوا في مبنى اتحاد الكورة لا بس الألترس قالت ناشدعوا بالقصة دي خالص ونسبة الرأية الألترس منها بصة أسباح عمل الصورة اللي موجودة والفيديوهات اللي موجودة ان دي جامة الهيرة للألترس اللي كانت موجودة في مختار esa انت بترجح انة ألترس هلوه هو اللي عمل هو اللي سرق الكهوس هو اللي دخل والشراب اللي دخل اتخذ ليت الكوروس المتصوارين بها لكن ليسا معنا الأستاذ أحمد سعيد الصحف الرياضي الزملكاو المتعصب يقول أن ألترس أهلاوي هو اللي سرق الكقوس أنت تلبسني طهما أنت اللي قلت الدلوقتي كده أقولك الفيديوهات والصورة اللي بيناό أن الألترس هو اللي دخل اقتحم لم يجروا أحد يا رجل عندما يتهم الألترس أهلاوي ألترس أهلاوي إلترس أهلاوي إن الألترس داخل أقتحم تحد الكرة أولع فيه إلي سنة 2013 دمام طيب لحد بقى 2020 سبع سنين الناس كانت نايمين نايمين قالت ان اصدعت في حريق 2013 لحد كده وفي ناس اتهمت احمد حسن مجد عبدالغاني احمد لا مجد عبدالغاني انا شوف تصريح مجد عبدالغاني اتهم احمد حسن في القصة دي ايه علاقة احمد حسن بالموضوع اه هو بيقول انا شوفت احمد شوبيل انا شوفت احمد شوبيل بنفسي في البرنامج بتاعه بيتكلم بيقول اصل احمد حسن كان موجود ساعة الهوجة ديت وخد الخقوص قال انا انا يعني هحتفظ بها في فيتي عبالمة الدنيا احمد شوبيل اثناء بحث اتحاد الكرة عن المقتنات فجأة ان الكاس مش موجودة الكاس هي كاس واحدة ولا افتر كاس كاس الكلام على الكاس اللي احنا احتفظنا به بدل حياة موظفين من اتحاد الكرة قالوا تغريبا كاس الامة عند احمد حسن هو ساعة الهوجة اوز محمد قالوا ان احمد حسن خد الكاس الكاس مش عندي واحنا بقينا عايشين في كوميدي هابطة صحيح ايوم ادى عبغاني شوفوا شوء غريب الكاس ممكن يكون عنده احذر يعني لا مش بيهذروا اعملين كل واحد يلبسها للتاني شوء غريب اللي قالوا ماجد عبغاني تفاهة ومش هرد عادي ايوه بيكلوم جد وهم كلهم تقولوا بيكلوم جد على فكرة مش بيهذروا ده مش مش هات كوميدي مش مش هات كوميدي حقيقة انا 24 ساعة كنت بندحك على القصة دي لا والله العظيم لا بس بص عشان بس الحق هو المشهد انا بنت تتكلم بس بتقولش ده الحق من ليه بس سامير راجب زمان كان يكتب مقادة ويقولك الحق اقول لكم عام الفعل مسيح عام الله خالق انت تقول من وجهة نظرك من وجهة نظر اللي عمل كده هو غضب الالترس من حكم مسبح ببورسعيد وراحوا حرقوا لتحاد الكرة مين بقى اللي اندس وسطهم بقى اخد الكاس المدبرة في الفوضى اللي كانتشغالها السبع سين الناس كانت فين انت جمال علام صروت سويلا هنا بوريدة ودلوقتي عمر الجنيني اربعة مسكوا اتحاد الكرة في الفترة دي محدش عمل جرد هل هي مدبرة دلوقتي ان القصة دي تطلع ممكن عشان تعمل دوشة والناس تتكلم اعتقد اعتقد لانهم بيش مستحيل الفترة دي كلها واربعة اول مرة هتفق معك يا احمد اعتقد انها فكرة مدبرة عشان الناس تتلهي فيها وتتكلم اربع رؤساء التحاد الكرة تغيروا في الفترة دي محدش فيهم شاف جرد ولا عمل حاجة على ال بس انت بتستلم استلم كل حاجة موجودة في تحاد الكرة بستلمها فانت اربع رؤساء التحاد الكرة تغيروا في الفترة دي هل مفيش حد فيهم قال لهم فين الكوس بتاعتنا ولا شافها ولا ما في مسؤول عن المخازن المسؤول ده بتغير مع كل التحاد الكرة او يعني وزارة الشباب بسؤول ووزارة الشباب فين اصلا من سبع سنين صحيح صحيح طيب خلينا نشوف كرة اليد احمد الدكتور حسن مصطفى اه حسن مصطفى بالمناسبة ايه قصة اللاعب بتاع الزمالك اللي ضرب لعب على الاهلي على افادة مين اللاعب اللاعب زمالك وانت يعني وانت اي حاجة جاي في الاهلي فيه النهاردة بيقولوا اسناء القرعة بتاعت كرة اليد دي لاعب في كرة اليد في المنتخب بيهزر مع زمالك في ايه دربوا على افادة فانا قريت قصة كده النهاردة وانت كل حاجة عن الزمالك اي خبر جاي من صحابة صفرة تجيبهولي عشان تنرفزني انت لو تعرف انا بحب جمهور الزمالك قد ايه او باين اسمحان لا لا مفيش الكلام ده انا في صراحة مسمعتش القصة دي يا مسمعتش قصة تبدي اربع القافة والكلام ده حسن اسمه حسن ايه حسن مصطفى اسم عمس حسن القباحي او حاجة كده لعب من الكرة يد هيجيب لك الخبر دلوقتي طيب انت طبعا متشوفش دي لاني دي بايخف الجوحة اللي ها ازمك طيب مالو باقي حسن مصطفى بيقول مبارك طالبة بتفويت ماتش مصر امام فرنسا اهو على واقع لعب الزمالك يصلح حارس الالي في حفل قرعة المندياني يعني الناس بيحذروا مع بعض انا قلت حاجة انا قلت حاجة ورى تلاعب نادي الزمالك حسن القداح نفسه في مشكلة كبيرة بعدما صفع من باب المزاح والدعابة زميله في منتخب مصد حارس الالي عبدالرحمن حميد يعني دول صحاب بيحذروا مع بعض عملوا خبر ان هما ضربوا بعض بالقافة والمالي ده روسيا اليوم انت بتقول لي بتجيب الاخبار دي صحافة صفرة بس اليوم اخو اصحافة صفرة لا اللي عمل الخبر ده بس اليوم يا راجل ماشي على عينه راسي بس ايه واحد باتنين بيحذروا على بعض خدوا عملوا لقطة وقالوا بيضربوا على عفاة هو ده بس مكالمة جماعة انا في حفلة وكاس عالم هيتنظم عندنا هذر برضو يعني معلش احنا كلنا بنهذر كده مع بعض مع اصحابنا يعني هذر كده يا راجل انا مش حياتة بنهذر كده مع بعض اهو كل واحد وتربيته با معلش ياسم حامل احنا كلنا احنا بقى ما ننهربش عبية كلنا انا مش معا حسن القداع يعني انا ما ادد ان احنا نعمل اثبوت على الخبر زي اي حاجة الزمالك يغلط فيها انت ها تدافع على لا لا والله لا انتا جاي بالباطر الدراع مع الزمالك بس ده مش خفر نركز عليه اصلا يعني ايه مشكلة ايه مشكلة ايه بيهذرهم على بعض يعني يا جماعة ايه المشكلة ام تنينيه هذرهم عضو يضربوا على قفاة ولا بداروا بالقلم برضو مش حلوة عادي بقى معلش يعني بص حاجة دي بتعدي يعني مش كسر نشوف هو حسن مصطفى كان بيقول ان مبارك طالب طالب حسن مصطفى ورئيس التحاد مصر ورئيس التحاد الدولي الكورترياد طالبوا بان منتخب مصر يفوت منتخب مصر قدام فرنسا في مونديال 2001 فين الخبر بقى كده جماعة عشان في مشكلة في الخبر ده اهو مفاجأة صادمة حسن مصطفى مبارك طالبنا بالتفويت امام فرنسا في مونديال 2001 شوف اللي قاله حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد تعال نشوف كده مباراة مصر وفرنسا 2001 دي خلصت قد ايه نتيجة كانت كان اهي خلصت 21-24 طيب على كل حال حسن مصطفى طالع قال انا كنت بهذر اه انا شوفت تصريح بتاعه انا اعتقد ان هو يهزر يعني اعتقد ان مبارك كان بيحب يدحك ويهزر مع الصحفين او في المنسبة بس ده مسؤول دولي رفيع المستوى يعني ما ينفعش يتكلم لعلى مبارك كده خلي بالك ولا هو يهزر الهزار ده سليم بس مصر انت حسن قد احتدفع عنه وحسن مصطفى ده ايه حسن انت بتدفع انا هقولك بسأل حاجة انت المصر ده احنا العبنا مطش علامي يعني احنا العبنا مطش ده مطش علامي تاريخي المصر وكنا 21-21 لغاية اخر دقتين من مطش كان خلاص يعني كنا ند بند مع فرنسا وهم خطفوا المطش في اخر دقتين لما حط راتي جون وربعة وعبنا ثلاث وربع وخسرنا برضو واخدنا رابع في البطولة دي لكن احنا اداء بتاعنا في كسر العالم ده كان ممتاز جدا فاحنا لو مبارك بيقول لحسن مصطفى انا مش فاهم يعني هو جاب الروادي منين او ليه استدعاها دلوقتي لا انا ما ماشي يعني هنفترض انه قرار يهزر لا يجوز لمسؤول رفيع المستوى وتصريحاته هتهز العالم كله بالطريقة دي ده ليه استحاد دولي كرة اليد يعني ما هواش واحد ما شجع يعني فبالتالي هزاره هنا محسوب عليه صحيح هو قلب الدنيا بالتصريح ده بس اعتقد انه خلاص هل تتكر حصل تعليه ضغوط عشان يتراجع ويقول انا كنت بهزر اه طبعا اه طبعا تصريح زي كده والمسؤولين تقرع الكسع عالم الكرة اليد والدنيا كلها بتزحة طبعا اكيد تشد ودنه يعني ما نفعش طيب اه على كل حال في مصر اختارت او تختار في المجموعة جيف مع السويد وتشيك ومصر الامريكا الجنوبية ودي مجموعة صعبة اه اعتقد ان المشكلة في السويد لان السويد من الفرق القوية اللي واخده كسع عالم 4 مرات قبل كده اه اه تشيك برضو بتلعب كرة كويسة لكن احنا 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 عندنا منتخب كويس ده اكتر دولي في كرة اليد الاولYaga انا انا ما عرفش لئي قلبي بيقولك كدا يعني قلبي دليلي ي Military انت عشان قلبك احمر واهلاوي etmekش كدء انا ساعف كل حاجه ايضا انا او البو بي vill مبالغة بناول البعض لكن انت لو فتحت هتلاقي احمر بردو يعني انا احمر بس اللي ا طبعا يعني غزب عنك مكورا وانتة صح باحما احمر لدي 유كتنا نهاتي على كل حال يعني ليه الزمالك لم يدعى إلى حفل القرعة دي هم دعوا محمود الخطيب والكصة دي يتعامل أزمة دلاتي في نادي الزمالك ليه بقى مدعوش الزمالك لسان مرتضى منصور ومشاكل العمالي يعني انت واحد غلطان في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأشرف صبح أشرف صبحي قال احنا مناش دعوة يقوله هو يقوله بس عشان هو عشان هو صاحب مرتضى منصور فمتوقاش محرجة بالنسباله لكن انت يعني الزمالك لم يدعى لا ولا اي مسؤول كان موجود خطير مرتضى منصور نفسه بيشتم في حسن مصطفى يعني مصطفى أصلا عمل مشاكل مع حسن مصطفى بل كده وشتمه كذا مرة فأنا رئيسي للتحدي بتاع اللعبة اللي بنظم لك البطولة مرتضى منصور شتم دكتور حسن مصطفى كتير شتم ليه فيديوهات كتيرة وشتمه جامد يعني بهدله بس ممكن يدعو حد تاني من نادي الزمالك اعتقد ان هي مقصودة هي المنظر ان هي مقصودة يعني ما لاهاش تفسيغر كده طيب حسن مصطفى له تصريح من شوية او الدكتور حسن مصطفى لا يوجد اي موقف من عدم حضور مرتضى منصور قرعة المؤندلين لازم يبرر طبعا انت عارف ان الراجل ده اهلاوي اهلاوي جدا اهلاوي جدا ايه خلاص المنظومة كلها هلوية انتوا بجيل بتاعه كله طلع لنا كلها منظومة هلوية مصر كلها كده لا مش مصر ده بالعافية 1907 عشان كده اقول لك شوف بص الاهلي عنده حتة حلوة بيعارف يستحوذ على كل حاجة ايوه ايوه طيب خلينا سيبك من كل القصة دي اه مرتضى منصور بيقول اذا مالك سيشارك في دور الابطال غزبا عنك كان لبالي مين اللي بباله مرتضى منصور ده مشكلة هو بس في مشكلة في موضوع الابطالة افريقية علشان خطر الموسم الجاي ايوه ماشي هو طبعا هما كانوا فاكرين ان الزمالك مش هياخه مركز تاني عشان كان خطر الفرق مع بيراميدز كان خلاص بقى هما الاثنين نفس النقط وبعد كلا الحمد لله الزمالك فرق بعد ما كسب بيراميدز مبارح بيراميدز خسر من الجونة ونرضى الزمالك كسب بطلع الجيش ففرق عن بيراميدز نفسك وتفتحت الدورة لا بشي تفتحت عشان نلعب في افريقيا الموسم الجاي ايه نفسك وانت عادت تقوله هلنسا هو غصبا عنك اللي فالي لتحد الكرة وللجنة الحكام او اصدف لجنة الحكام نظر عشان هم عايزين نوقعوا الزمالك فالزمالك هو مركز ثالث فمنلعبش في افريقيا السنة الجاي انت لم يمصور الحكاية لناس قاعدة يقولك توقعوا الزمالك في غول في غول دلقتي اسمه الزمالك ماشي عمالك اه قسب يا عم الزمالك طول عمره حاجز المركز الثاني ده بتاقعوا ده كان زمال ده كان زمال زمال الزمالك جاي بقى الدور الجاي يصبر انت الكلمة دي بقى انا بسمعها من 2003 ما هقولك على حاجة الزمالك قادم بسمعها من 2003 نحن ده مش ابطال صبر افريقيا صح او لا ابطال صبر محلي احنا ابطال اسم محمد بتكلم بتكلم بطل طيب ايه بقى اه اه لا خلينا نروح ليسي ميسي رجع تاني لبرشلونة اه ميال ازمة كان سببها والده فعلا شوف هو والده هو المسيطر عليه يعني والده هو وكيل اعماله ميسي طول عمره في برشلونة يعني ما 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 هو تولد وعايش وتشهر ونجح في برشلونة اه اه ميسي كان عمل فاكس بعد فاكس لبرشلونة انه هو بش يكمل في النادي وده كان الفاكس للقرب الدنيا وعاد الميديا كلها عادت تكلم عليه اسبوعين اه انه هو بش عايز يكمل في برشلونة لعدة اسباب اه النادي طلع بيان ان العقد التع ميسي اخره السنة دي يعني يخلص في 2021 ويقدر بعد كده يروح النادي اللي هو عايزه ويبقى ليش مجانا وانا مش قادر افهم يعني وجمهور برشلونة زدت نفسه من حاجة زي كده انت هتمشي ميسي السنة الجاية مجانة مع انك انت قد ممكن تستفيد منه ماديا دلوقتي وتاخد من السيتي اللي انت عايزه سواء لعيبة او فلوس فميسي هيمشي في 21 مجانا وبرشلونة مش تستفيد منه فيها قصة كلها لعبة انتخابية لان في انتخابات في برشلونة السنة الجاية فبرتميو اللي هو رئيس برشلونة دلوقتي هو كل همه ان ميسي يفضل موجود في الفريق عشان الجمهور برشلونة مقلبش عليه فقالوا لا حبيب انت عندك عقد شرط الجزائب 700 مليون يورو اللي يدفع 700 مليون يورو وياخدك فميسي تلقى عمل فيديو وقال انا مش سعيد في النادي و انا اقبرت اللي انا اكمل في برشلونة و ادارة النادي ادارة سيئة و انا هكمل عشان خاطر الجمهور النادي واش عايز اوصل النادي اللي انا بحب وعشت فيه لكن الحديد السنة كم؟ السنة الان tuh 21 الموسم الجاية الموسم اللي حلي هيبدأ ده احنا في عشرين اه ما هوه 20 و 21 اه اللي هو اخر الموسم الدور الاحيين الى هو الدور البتولات الاوروبية 21 يونيو 21 خلاص ميسي يبقى لير الحق أنه يمشي مجاناً للفقية فريق الصين عرضت على ميسي شيك مفتوح صحيح قالت له إحنا مفتوح والإمكانات كلها اللي أنت عايزها بس هو ميسي يروح طبعاً صين ويروح أمريكا واللعب زي كده عايز يستفيذ مدينة وعايز يكسر بطولاته وعايز يفضل موجود في التوب تين في العالم فهيروح منشاة ستة أو بريسنجرمان حد من هم هم الاتنين لا يقدر يدفع لميسي المبلغ بتاعه خلوا لك ده مرتبه في السنة 40 مليون يورو مين هيقدر يدفع المبلغ ده وهو المرجح أنه مين اللي هياخده لأنه أنا ما سمعتش أنه فيه نادي طلب ميسي لا ده منشاة ستة كان داخل في مفاوضات رسمية مع اللعبة هو أصلاً اتحرك وعايز يمشي من برشلون عشان ناخد روح ليه لأن جوارديولا اللي بيدرب الستة وجوارديولا ده هو الأب الروح لميسي فهو كان هيروح لستة فهدلوقتي خلاص الدنيا وقفة ومسي هيكمل الموسم دام عبد الرشلون ويمشي في آخر الموسم بلاش طب معلش أنا بس عن سؤال لك يا أحمد أنا بشوف مش بشوف يعني عارف يعني أنه الماتشات بقت بلا جمهور وبالتالي عوائد الأندية المالية راحت خسارات رهيبة طيب بيجيبهم من إيه الفلوس هم عندهم يعني أنت عندك في خزينة النادي فيه موجود خزينة النادي هتكفي إيه ولا إيه مشكلة بقى أن فيه أنديا دلوقتي بدأت تضطر أن هي تتقلل عقود للعيبة فيه أنديا تضطر أنها تبيع لعيبة وفيه أنديا بش قادرة تشتري لعيبة يعني أنت رادي زي ريال مديد مثلا رادي مديد عملت صفاقات السنة دي اللي فاربون عملت صفاقات السنة دي مفيش حد قادر يدفع فلوس ويجيب لعيبة أنت عندك في سنة نيمار باريسة الجرمانية استرابي بـ 222 مليون يورو يورو دب مبابيب 180 مليون يورو فهمني لكن دلوقتي مفيش حد قادر يدفع مبالغ دي فهتلاقي وأنا عمال أسأل نفسي أما أنا أتفرج على أبوس على الماتشات مفيش جمهور وده الدخل الكبير أه صحي فيه دخل الإعلانات بس الإعلانات أصلا بتيجي الجمهور صحيح يعني فيش إعلانات في الملعب خسائر مفيش جمهور ففيه خسائر بالمليارات خسائر رهيبة طبعا طب الأنديا هتكمل إزاي هي أنت كل النادي دلوقتي بيكفي نفسه الموجود واللي عنده مشكلة بيبدأ يبيع العيبة أو يبدأ يتفاوض مع العيبة أنه يمشي مجانا يعني أنت مثلا دلوقتي برشلونة هيمشي سواريز اللي هو المهاجم بتاعهم ببلاش مش هيقدر يتفعله الراتب السنة واللي هو بياخده فقال له شوف لك نادي أنا مش قادر أتفعلك فسواريز دلوقتي بيدور على نادي في كلام نور رايح اليوفي بفيدال نفس الكلام اللي في برشلونة هيمشي ببلاش ريكوتيتش رجعنا لدي برشلونة ببلاش يعني برشلونة عايز يعمل صورة صورة للفريق بعد الفضيحة بتاع بايرن بمعندوش فلوس أنه يدفع للعيبة فعماله يمشي اللعبة الكسر اللي هو مش عايزها ببلاش بسواريز مش كسر هو بالنسبة لهم يعني هو كومن لما جي مسك الفريق هو حط مجموعة كده قالك لما مش عايز دول فنجن دوم سواريز وبالتالي أنا السؤال الثاني فنيا بقى أنا ما بشوفش ماتشاد قوية كده زي الأم الجمهور يعني هل تعتقد أن ده يأثر فنيا على البطولات الكبيرة زي البطولة أوروبا البطولة أسيا البطولة بطولة أفريقيا هل ده يأثر عليك يعني النتيجة أنت ما أنت الشايف لا فيه إفراز للعيبة حلوين صغيرين ولا فيه ماتشاد قوية أنا مش شايف هل ده يأثر على مستوى الفني للبطولات الكبيرة خلي بقى لك مثلا فيه بطولة شغال الآن اللي هي دور قوة أوروبا اللي شغالها اليومين دول يعني نهاردة كان فيه متوشعة وطول الأسبوع كان فيه متوشعة فالمستوى بتاعها كويس يعني أنا شايف أن المستويات اللي موجودة في البطولة ما فيهاش مشكلة يعني الأجيال لسه موجودة يعني الأجيال اللي هي كل جيل موجود لسه اللي تقدر تعمل شو وتعمل عرض كويس لكن هي القصة كلها متأثرة برضو زي ما أنت ما قلت ماديا ونفس الوقت أنت بتتفرج على الماتش مش حاسب المتحة بتاعت مش حاسس بالسحونة والجمهور الدنيا ميتة كده يعني تحس أن الجو بقى ميت أنا أنا أول مبارح أو يوم الخميس كنت بتفرج على بطولة في أمريكا بطولة دولية للتنس وكنت بتفرج على ماتش تنس حلو قوي مفيش جمهور فعمل أسأل نفس طول وقت طب ماشي الجايزة هياخدها لأن الجايزة دي محطوطة في الاتحاد بتاع الدولة للتنس أو للمنظمين البطولة موجودة إنما العائد للعائد المادي للقناة الناقلة للمباراة ولا حاجة صفر يعني إيه العائد محدش مفيش جمهور خالص إلا المدرب واللعيبة والدنيا صمت تماما مفيش أي سخونة وياكاد يكون الماتش أقل لمستوى التنس أنا مليش ألاحكا ما بتابعش كرة قوي فأنا سألت نفسي تموال كرة قدم تابلي دي اللعبة الشعبية الأولى في العالم صحيح أنت بتفرج على ماتش دوات وحس أن فيه داخل ميتاً مش داخل ماتش يعني فيش جروح الدوري أمم أوروبا بتلعب دلوقتي صح أنا شفت مبارح لقطة من مش شكراً إسبانيا وألمانيا تقريباً إسبانيا ألمانيا لعب بتلعب كان من ثلاثة يام من ثلاثة يام أنا شفت جزء منه كان ماتش بارد جداً عامل زي الأكل اللي كنت على البقاية هو خلص واحد وحد الماتش خلص واحد وحد أماما موجودين في وراء واحد خلي بالك دايماً الناس عندهم مشكلة في البطولة دي البطولة دي جديدة دي نسخة تانية البطولة اللي wyst لها بدلال يورو يعني دور أمم أوروبا دي غير غير هم أوروبى للكاس الأمم أوربية اللي بيتلاقي بكل أربع سينية في دي بطولة دي بطولة اه دي جديدة اه دي بطولة دي جديدة عشان بس نس�데 بل Lisa متلغبطاً متلغبط قいつ قال فدي دي بيعملنها بدل المباراة الودية انت عندك فيه اجندة للفيفا بيتحطلها اجندة دي فالاجندة دي كان دايما الفرق اوروبية ما عندهمش مطشط قوية ايه فبدأوا يعملوا البطولة دي على شخطر بدل من العاوة مطشطه دي لا يعملوا بطولة دولية ويشغلوا الفرق اوروبية فيها انا عايز اقول لك على ملاحظة احمد معرفش انت ماتفي معايا فيها ولا لا انت بتكلم كويس جدا طول ما انت بعين عن الزمالك اه يعني مش فيه يعني لما بتكلم عن موضوعات غير الزمالك بتكلم كويس لا انت مش عايز حد تطلع يتكلم ما هو ده اللي انا بقول لك عليه بس 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 ايه ما هو مشكلة الاعلام كده دقني بس انت عايزين اعلام من واحد بس خلاص انت ركز على موضوعات اخرى غير الزمالك لانك فيه اعلام بتبقى كويس فعلا وبتبقى جدير بالقعدة وكده ما تليش حد يدفع عن الزمالك ورد ما بتيجي سيرت الزمالك بتلغبط وتقول كلام كده يعني لا 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 هو بس انت عشان انت اهلاوي وتعصر اتغيرت خالص تماما بنتكلم حلو وبنتكلم حلو وبنتكلم فكرة نظيفة طيب خلينا شوف رونالدو متنك انه يلبس كماما يعني لا 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 مش متنك ليه مين لا ايماله رونالدو مين لا متنك هو الرجل اللي كان قاعد في ايماله يعني هو الرجل قاعد في مش لبس ليه كماما يعني لا عادي موضوع الست طلعت كلمته وكل زوق ليه عرد نفسه الموقف الموحرك ده مفيش مواقف موحرك لا حاجة والفيديو موجود لو الشاب نشوف الفيديو كده معلش اشحات هات الفيديو كده اول بنت دخل اتكلمته وقعت له معلش هو قاعد من غير كماما اهو اهو دو رجل استجاب بكل بكل زوق وكل احترام يوسي اللقطة دي مهم الحاجة او سبحانه بس اشان انت يعني انت لعيب بحاجم كريستيانو وكان بتفرج عليه الاول بقى ماتش ببرتغال وكرواتيا مبارح هو بيلعبش مع ببرتغال ايه هو مصاب عنده صبف رجلو بس هلعب في ماتش السوديوم التلات اهو فهو كان مستبعد مبارح من ماتش كرواتيا وكان في الاحتياطي فطلعت له البنت قدت له البس الكماما المنظر ده هو حاجة بس نربطها باللعندين احنا بيقول له مفيش جمهور وبيدخل له جمهور على الفكرة اني فيه فيديوهات موجودة للشاب يجبهوه في ماتش الزمالك الى الحير والاهلي بفيه جمهور والناس قاعدة لازق في بعضها وهيصة و بتاعه وكورونا وشوف التعامل مع واحد زى ده يعني لا أنا بس عايز أقول لي حاجة كنت بحكي المصطفى زمينة ده اللاعب الأشهر في الكرة القدم صحيح على وجه الأرض يعني عدد الجوائز اللي واخدها كأحسن لاعب تملأ شقة ماشي ومع ذلك جاتل الموظفة قالت له من فضلك الكمامة ما قالهاش بقى انت مين يا زبالة افتكرت أنا وكيلة النيابة الإدارية اللي الزابط واليد عسل كان بيقول لها الكمامة مشكلتها كلها كانت على الكمامة يعني بص الفرق ما بين لاعب يعني أشهر لاعب في الكرة القدمة ولا أتكلم ولا أي حاجة والستة ما كانتش متغدية تقريبا جات قالت له الكمامة بص الراجل طلع الكمامة من جنبه عادي جدا زي الحلاوة صحيح لو ده لاعب بقى في الدورة المصري مين انت اه انت مين يا حجة انت تعالي سنا مين الموكيلة النيابة قالت له كده وحشون متعودين على كده متعودين على كده احنا وكيلة النيابة قالت له انت زبالة انت مين انت عاش تكلم مين يا ست يلبسك كمامة هو حتى الرونالدو في الاول هو هو بيشفاهم هل يبنت جاهله ليه يعني انت عايزت صغار سيلفي مثلا ولا عايزت عايزت رقم تليفوني فاستغرب لما بيقولك كما فعل دي ايه ظنيت فيه ظن السيء ده انه عايزة لا مش قصدي يعني مش قصدي اللي هو نجم مشهور فواحدة راح هتتكلم معه يعني انت فاكر ان هي هتروح تقول له هات رقم تليفونك قدام خلق مش كده يا سمحان هو القصة يعني انه هو تفسيرات زمال كوية برضو يعني مفيش حل يعني ما عندوش حل انت من محبين رونالدو عشان كده انت قلت يعني يعني انت بت ولوين رونالدو اتقلص انت كنت لسه بتقول احسن لا فتقلب عليه دلوقتي لا لا كنت لسه بتقول احسن لا مش في مستوى العادي لا 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 ازاي الرجل ده اسطورة رجل ده اسطورة وعلى فكرة اخلاقه كمان رائحة جدا الحقيقة يعني طب على كل حال لكن في نهاية الحوار ده الحقيقة يعني اللي عايز اقولك عليه انه انت الدوري قدامه قدي ازبوء ويخلص دوري بتاعنا دوري بتاعنا احنا المفوض خلاص دوري طالة افريقيا يوم واربعة وعشرين خمسة وعشرين زمالك اللعبة مع الرجاء ويوم ستة وعشرين اهل هي لعبة مع الودات وتوقعتك بإذن الله اهل هي الزمالك في النهائي بإذن الله ان شاء الله طيب هنزعر اخواننا في المغرب وفي تيونس والحاجات بس معلش اه مصريين يعني احنا بحب المغرب احنا بحب المغرب كورتي مغرب جميل اه والدوري المصري هيخلص امتى لا انت لسه قدامك احنا في خمسة وعشرين جولة تلعبت لسه لسه فضلت كام اربعة عشر جولة لسه يعني ممكن الزمالك ياخد الدوري لا لا صعب صعب الفرق اربعة عشر نقطة انا اقول لك من زبان الموضوع خلصان خلاص الموضوع الدوري انت بس انا عايز الحكام بس يدعو نفسهم شوية يعني يعني الاهل هيخد الدور بس ما بلاش بلاش الافوار دي يا جريشة هم بأفوار الاهلي ده رسمي يا عالني ده فاهمي محمد انا بس اعايز اعرف ده الحكام بيسندوك انتم بسندو مين ده هو الاهلي مشكلته مرب الجزاء في الماتش بتعليه الزمالك تلغتش انا بس اسأل بضميرك انت وانت هتقبل ربنا لا ما فيش دور جزاء للزمال مش هتقبل ربنا اه مش في دو لا ما فيش الحكام دافير وانا نفسي حكام الجانب يحكم الكل ما تشطعت لدور مصر عشان عشان ننجز عشان جهي انا بقى من اللي بيحصل بجد جريشة والكلام ده والله انت انا نفسي تزهاء بجد يعني نفسي تزهاء تعرفوا انه مستوى محمد انا نخضروا واحد واربعين دوري واحد واربعين دوري الزمالك الااهلي واحد واربعين دوري خضد خضد الوقتي نزمك واخدد نشر دوت كلها عشر دوريات نشر دوري نشر دوري دا مش الله كويس انتم فيه اتنين كمان هون فكفاية بقى ونجيب التاريخ بقى ونحتاج حلقة نتكلم عن مروضة بس فضائح الحكام نتكلم كده عن فضائح الحكام تاريخيا لا لا دا حقيقي اوز محمد والله بس فانا بس نقطة جهات جريشة بس انا بقول لك كابتن جهاد يعني ايه دا انا نسك شوية كابتن جهاد انت روحت فضحتنا في المغرب في مطش الترجي والوداد واستبعدت من كاس العامل الاندية بسبب مشاكلك على كل حال انا يعني احب بس انا عايز اقول لك ان انا استعنت بعلي المخرج عشان يميدني ببعض المعلومات عشان ماشا علي ماشا فانت لازم تحيا علي وبعد هم لي على الواتس ماشا علي والله وانا عايز اقول لك انه انا ما اعرفش اي حاجة في الكرة دلوقتي انما بشكرك جدا سيد احمد سعيد الصحة في الرياضي بشكرك جدا على كل حال انا بس عايز اقول لأ اصدقائي جمهور الزمالك ان انا بحضر مع احمد يعني يعني انا بستنى الفقرة بتاعت احمد عشان اتكلم على الزمالك عشان بس انما كل التحيا والتقدير للزمالك والجمهور الزمالك والحضراتكم وعايز اقول لكم في نهاية الحلقة دي الى ان القاكم غدا ان شاء الله تصبحوا على وطن حر اسبوع على خير